السلام عليكم خياتي كراكم دائرين تمنى انشاءاتكم كامل بخيات تمنى انشاءات في طعنها اليوم يقاكم باحسن الاحوال يارو اليوم ان شاء الله سوف ندروا مع بعض حلوة جافة انواع من الحلويات اربع انواع من الحلويات بعجينة واحدة وعجينة سوف تقطع لكم اكثر من 120 حبة ستقولوني هذه الحلوة لازم عليكم تجربوها في جميع انواع المناسبة لكم وكذلك تجربوها لعيد الاضحى ادلوها مرة واحدة وتنوريس عليكم سوف نرى الفيديو تانها اليوم ونرى وصفة تانها اليوم ونقولكم الاخوات لا تنسوش بالتعامل واللي لايك واللي جام هكذا تحفزوني اكثر واكثر نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادر وطريقة التحضير شان نحتاجه في هذه الوصفة واللي ناخد مع بعض صابلي الكيلة نحتاج 500 جرام زبدة طرية هذا نفس الكيل اللي كينا به الزبدة سوف نكيلو به كيلة تحصكون ناعم ماذا بكم ديرو كيلة ناقص اسبوع باش ميجي نشحلو بزيف ونحتاجو كذلك كيلة تعزيت ونحتاجو تاني كذلك كرب حبة تعبايدي يكونوا كاملين ونحتاجو كذلك كيلة تعانيشة اللي هي مازينة الكيلة تكيلو به سواء العلبة الكبيرة ولا العلبة الصغيرة كيلو به جميع المقادر ستقوني غادي تجيكم حلوة ناجحة مليار في المياه وغادي تتعطيكم كمية لبس بها كتكم اكثر من 120 حطة هذه الوصفة تنويسة بزيف هذه الايام كم انا عارفو كاين بزيف الاخوات اللي ولدها مربحوا السيزية نقول لهم ألف مبروك عليكم وكاين اخوات اللي عندهم البيام مقبلة عشرة هذه الباكاروليا نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله تفرحوا وقع كامل ونستمعوا كامل الصغيرة في العائلة الجزائرية هنا بعد ما خلطت المقادير كما تخلطت بالفوي ولا بالباطور لكم الاختيار ان خلطت بالضرب اليدوي باش هدو كل السكر نعمية طاير ناش عادة كنا نخلط بالباطور لازم عليكم تخلطوا جيدا باش هدوك الزيت يدخلنا منح في ديك الزبتة وطايدك تنكل المقادير ندامجوا منح مع بعض هاكا باش العجينة جينا ناشحة مليار في المياه هنا بعد ما خلطت جيدا وندامجوا مليح مع بعض نضيف لهم كمية الطاحين هنا حوالي 500 جرم هنا الخامية الحلويات ما درش كما تلاحظوا نفهمكم على ما درش خلطوا جيدا حتى ندامجوا مليح مع بعض وهذاك الطاحين يدخلنا مليح في ذاك الخالط ونقسم العجينة جديد سوف نقسمها على أربع أدواء الدوقة الأول سوف نختم به تغطولات وهذاك اللي يبقاون سوف نضيف لهم كيس خامة حلويات واللمور الخائط بالفينا حتى تكون لدينا عجينة تكون تراية و تتلاسق في اليدين باش نقضوا نضيفوا لها الأدواء كيما كتلعتوا ونقسم العجينة على أربعة هذا الخيط الأول الذي لم أضفت لها شخامية الحلويات نضيف لها كمونكة نضيف لها عدر الكرامل و الملع العجينة تتحصل على عجينة تريق و لا تكون تلاسق في اليدين نضيف لها العجين و النوع الثاني نضيف لها مبشور الليمون و نضيف لها عدر الليمون و النوات كوكو يعطيه بالنق شابه بالبزيف نضيف Gизнес نضيف لها عجينة الليمون و التضيف حتى نضيف لها عاجينة أعطل نذهب ل العجينة اللي أضفنا لها منكه الليمون كما تلاحظوا اول عجينة نطيف لها منكه الليمون ونطبعها على شكل دائري بهذا الشكل وفي نفس الوقت نضينا الفون تاعيس فون تارش حرارة 180 ندخل هذا اللي صعب يتوعي طيبه على شحارة 180 حتى يحمى المصعب وياخدنا تحميرها خفيفة وشابة نذهب للنوع الثاني نضيفنا لها عطر الكراميل نضيف للمون اللي ما ضفناش خمية الحلويات نضيف للمون بهذا الشكل والتشكيل يقعدكم اختياري انا حاولت من هذا الفيديو ان ننوع لكم في النكهات وفي الادواق وستطلوني في الاخر اعطي اعطيكم اطباقة راقية وانواع من حلويات شابب بزيف 18 عارة جاربوها نخدم بهذا الطريقه في للمون وثاني نكملهم كامل ندخلهم يضيفوا في الفرن اللي يكون مسخن درجة حرارة 180 هنا الكمية الأولى اللي ختمتها معاكم لي صعب لي قطعت لي حوالي 30 حبة والكمية الثانية قطعت لي حوالي 30 حبة درجوك الروحو النوع الثالث اللي ضفت له كمية من الجنجلين اللي يكون محمص هنا قطعت لها شكل كورات ووزن الكورة حوالي 25 قرام ومن بعد رميتها في بياض البيض ومن بعد رميتها في الكوكا ويفيلي بهذا الطريقه باش نتحصلوا على فو مشوك هنالفو مشوك يعني شغالي نديره غادي نديره في الكيسيت وندخله يطيب ماذا بكم كي طيبوا مشوك نقصوا لها القاس باش يطيب لنا مليحة الداخل وميجي نشام عجل ندخله يطيب كي طيب بدنا خرجوهم الفرن لعسله شوية من الحسن ونروح للنوع الرابع والاخير هنا اللي ضفت لها نوات كوكو وضفت لها مبشوع الليمون شكل تالي شكل بودا كما حك بها الطريقه وغادي نقطعها مقروضات بهذا الشكل وندخله هاي طيب تاليك الشكل اللي يكون فيه مقروضات ولا يكون مشوك يكون شوي يخشين ماذا بكم الفرن بتاعكم ساحه سخنوا بسح طيبوا على نار قليلا هكا باش نتأكدوا بلي انه طابلنا حتى الدخل غادي نشكل بهذا الطريقه وندخله هاي طيب بعد نقول لكم مع بعض طريقة التزيين هادي هما الاشكال يتحصلنا عليهم خدمنا اللي تختولت وكذلك خدمنا اللي سابلي كينو تلاحظوها هذا اللي تختولت بذوق الكراميل ولي سابلي اللي ضفنا لها معطر الليمون شوفوا الحبة تجي قدتها حبة قدقتها وماتيش خاصرة ونواتيتي ضفنا لها نوات كوكو ومبشوع الليمون ونواتيتي مع الرابع اللي تلهم شوك من بعد عسلته هنا نروحوا طريقة التزيين كل واحد وغادي نزينوه بطريقة هنا نبدو الملمشوك نشوك هنا بعد ما شكتها في هذه الطريقة وطابلي كينو تلاحظووا شوفوا اللون تحصلت عليه كل حبة عسلتها بشوية حسن حوالي من العاقص غير تحسن هنا نروحوا النوع لديت له عدر الليمون كينو كينو كتلاحظو هنا يدورتكم اختياري تبغوا تلسقوا فقط بالمعجون كينو انا كتعندي شوية كريمة الزبدة نسقطها بكريمة الزبدة حكا باش يدين جينا طعم مغاير وطعم مختلف بسبل اخوات الليمين يبغوش كريمة الزبدة يقضوا فقط اللي يسخوه بالمعجون تانيك جينا نتيجة ولأعواع وجينا ابنين هنا بعد ما نسقط كامل اللي حبت بكريمة الزبدة هنا اجبت كمية من الشوكولة البيضة وضفت لها ملون غيدائي أصفر هنا خاص بالشوكولة كما كتلاحظو وهذا هو الملون اللي اختمت به وخلط جيدا لاجتكم الشوكولة تقيلة بزيق من الأحسن نضيف لها كمية من الزيت وقلاصوا بها كامل الحبات والتزيق من فوق يقعد لكم اختياري انا غدا يكمل بها الطريقة نقلاص الحبات تاع الحلوات تاعي كامل بالشوكولة ونخلوهم على جهة ينشف نروح وضروك للنوع الثاني النوع الثاني تعلي تاختيار لذاتهم بالكارامل نروح ونخدم مع بعض الحشو الحشو يوجد كم اختيار هنا تبغوا تديروا فقط طافية كارامل كما تبغوا تديروا كما هذا تخلط من المكسرات وكتعندي شوية فاتين خلطتهم جيدا ولمتهم طافية كارامل كما تلاحظو بهذا الشكل وبديت نحشي انتوما قلت لكم الحشو اختياري بالنسبة لذاتهم انتوما قلت لكم الحشو اختياري بالنسبة لذاتهم تبغوا تديروا فقط طافية كارامل وقد تبغوا كامل كامل الكابريس كتبغوا تحقصوا هل تحقصوا اختياري تعجبني هذي المعوف تعجبني كتبغوا وكانت دونك باللون الأحمر يذوقوا الشوكولة ثم يقلون اختياري اضبت لها شوكولة اضبت للشوكولات اضبت لها كمية من الماء اضبت لها كمية من الماء تخلطي جيدا ستدب لكم هذيك الشوكولات كامل مبعد زينوا بها لحبة ملفوق والتزين ملفوق يقعدكم اختياري درت فقط حبة عقرقع ملفوق وزينتها بها الطريقة ستخوني يجا حاجة جدا شابه بزيف وحاجة بخيزون طيب انا غدا يكمل بها الطريقة زين كامل الحبات مبعد نروحو النوع الرابع والاخري انا عندي كمية من المعجون اللي كنت تخففتها مع كمية من ماء الزهر والله من الاحسن انكم تخفوا بكمية من العصر الليمون يعطيكم محتد دوق ولا اروع ونشفوه منيه جيدا بها الطريقة ولازم عليكم انا كنت شوية بقلق احنا باش نصور لكم الفيديو لازم عليكم تخله يكتر شوية من هذاك المعجون عادة كينا ديروه في السكر الناعم بهذا الطريقة ستخوني غيجربوا هذي الوصفة وتخصص خصصا هذي المرحلة ستخوني انا قاعدة هذا الانواع هذا النوع ديروه جبنين بزيف وجبنين وجو رائع ولا اروع هنا بعد المرمتها في السكر الناعم هنا خلوه يقعد شوية يشرب وحدة خمس سقا يقول له عادة كينا نقلع زوائي تاع السكر الناعم ورشوه كمية من السكر من الفوق من السكر الناعم يعطينا نتيجة ولا اروع انا قاعدة اكمل بهذا الطريقة نكمل كامل حبيت ونزينهم كامل ديهم في الكيسات وبعد نشوفوا الوصفة تاعنا بشكلها النهائي هذا هو الشكل النهائي تالحلوية تاعنا بعد ما قدمناهم بهذا الشكل تتهم في الكيسات ستخوني لتحاجة شباب كزيف وهذي الحلوة بزيف تنفع المناسبات والافراح وكذلك تنفع بما اننا على مقربة من عيد الاضحى ديروها مرة واحدة وهنو رصانكم شوفوا النوع التاع النايمون بعد ما زينته في هذه الطريقة قادت له وردة من الفوق وزينته تزين اختياري والنوع التالت درته تاع القرقعة والنوع الرابع اللي درته عفون التالت لذاته بشوق وذاته بليسيوز من الفوق والنوع الرابع الدتاح امغبر وكذلك انا زيت النوع الخامس هنا يقع لكم اختياري درته على شكل اهليلته بهذا الشكل وهناي في العجينة درت كمية من المكسرات وشوية كاكاو وشكلتها هليلات ستتخوني جات حاجة ولا ارواح وبلاء اني ما يحشمش تقدير تحطيه للعائلة وضيوفك وانتي راسك مرفوع تمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ووصفات عنها اليوم تمنى ان شاء الله